التهديد البحري في اليمن لا يزال قائما التحذير صادر عن غرفة عمليات تحالف دعب شرعية والسبب تعرض سفينة أجنبية لهجوم في أحد السواحل الجنوبية وصرح مصدر مسؤول في التحالف السعودي الإماراتي بأن المجلس الانتقالي منع قوات خفر السواحل اليمنية من أداء مهامها العملياتية وهو ما فسر من قبل مراقبين على كونه اتهاما سعوديا للانتقالي بعرقلة حماية السواحل اليمنية كانت مصادر حكومية قد تحدثت لوسائل إعلامية عن سيطرة مليشيا الانتقالي على زوارق بحرية في العاصمة المؤقتة عدن وأكدت المصادر رفض الانتقالي لطلب سعودي بتسليم ترك الزوارق إلى قوات خفر السواحل وهو ما حدا بوزير الإعلام معمر الإرياني إلى توجيه اتهام للانتقالي بالتسبب بتوسيع الأنشطة الإرهابية في السواحل الجنوبية وتهريب الأسلحة الإيرانية لمليشيا الحوثي الاتهام السعودي للانتقال بمنع قوات خفر السواحل من أداء مهامها أتى بعد تعرض ناقلة تجارية لهجوم قراصنة قبالة ساحل ميناء المكلة الأحد الماضي بحسب إفادة مركز العمليات التجارية البحرية البريطانية لوكالة رويترز لم تصدر أي تعليقات أجنبية على الأحداث الأخيرة لكن السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون الذي طالب المجلس الانتقالي بالجدية قال إن الوضع في الجنوب مؤسف للغاية مؤكدا أن الحل يكمن في تنفيذ اتفاق الرياض ومع ذلك فإن حادثتي الاعتداء على السفينة الأجنبية قد تحدث اتساعا في رقعة الخلاف بين الانتقال والرياض بحسب محللين إلا أن آخرين يرون أنها مجرد حادثة كسابقاتها لن تغير من طبيعة السياسة السعودية في اليمن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر